موسيقى 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 طبعا انت كتتوني علمينا بدي انتك ليلى مع المحامي مع الأستاذ الإبراهيمي الزوجة دي المحامي انا نرقى دي العلاقة الجنسية لا تهموني ولا تخصوني ولا تهموني كل واحد كيتحب المسئوليته ولكن ينطرق من المبادئ وكان نحددون المبادئ وحين اذا نعرف الحدود دي كل واحد نتفق ان الزوجة تريد تحافظ على العشر ديلها وتزيار رجلها بيش يرجع لها هذا حق مطلق لكل زوجة نتفقوا على ايتي براكة تدافع على عائدتها وعلى الزوج ديلها وعلى مستقبل دي الوليدتها هدا من الحق اللي قال العكس انه الراجل اللي يولد كاغتو يتحمل العبء دي التصرفيز ديالو ويعطار بولدو يعني معنا ما نديروه ما كانش ولد ما عندو شبه معده وده قررنا نديرو احد القانون ان الام من ما كتبغيش شي راجل يصد على رأسه وابغت تولد كأم عازبة عادك شي بحد اخر ولكن اي مرأة دخلت في علاقة حميمية دي مدة سنوات عدت الى ولادة طفل كأخصد الراجل يكون راجل وهو راجل ويبسي يسجلو ويقابلو مبدأ الثالث اذا اعتبر الراجل بأنه المرأة يولد معها فاسدة او غير صالحة للتربية هذا سبب اضافة بشي حيدي الولد وبيش يقابل الولد وبيش يسجل الولد وبيش يحمل الولد وبيش يصن الولد مخلاش من بين الدين دي الفاسدين هذا هو ما المبادئ المبادئ وده سترطيه بطعر شكل لي مع الحق شكل لي ما معاش الحق تبقي كل شي هذا رخاوي انا كل الحق تقول لي انه كل واحد حاول يدافع على الموقف ديانه وعلى مصالحه بشراسه هذا الطبيعي طبيعي وده كل واحد عرف كيفاش يدافع على راسه لا ليلى ولا المحامي الطهوري كان دون اسميته ما عاشد دونه اسميته الطاهري اسميته الطهوري ولا الاسده الابراهيمي وده كانت على مدية الدكاء انا كان فرح انه البغرب يكونوا اتياه وكل واحد يعرف يدافع على حقه ولا راسه ولا مصالحه ولا ما تخيل كانت تكلموا كلنا العرقاتية متجاوزة تعفش اللي مزوج الان في العالم هو الزواج عقد الزواج والضباب مستوى واحد عنكم رؤساء الدول دول مهمة اللي عندها تأثير على المغرب بتي تأثيره كان عن المغرب تقافي وحقوقي واكتصادي ومالي وسياسي يا فرنسا يا اسمانيا هي والنص دي الرؤساء دي الدول عفوا رؤساء الدول دياله ما رؤساء الدول دياله فيما يخص فرنسا رؤساء ديال الحكومة فيما يخص اسمانيا ما زوجين شو مالدين طبيعي ارى المشكلة احنا في القرن التاسع الشهر في بداية الاستقلال ما كانش عنا عقد الزواج شون صارا كوبو مننا نقلون مننا يكون عندهم علاقة زوجية بيدون عقد الزواج وحنا في حل البولداء ماشينا كنخوضوا العيوب ديالهم وبدينا كنفردو وانتكالعقد الزواج وانتكسداو في الاسلام يحتاج العلانية العلانية والوصي ديال الواليد الشرعي ديال المرأة ليكم خبرو وقابل وكان الشروط الشروط في الاسلام كان صدق كانت محبوطا كانت محبوطة وكانت داخل الامر وكانت محبوطا اولا اخرى من الدار كانت محبوطا كانت محبوطا وكانت محبوطا اخرى في الوقت تحويل من الدرس وكانت زوجة الزواج وانترى نفهم القديم والرئيس الدولة الحالي ديال فرنسا وما مزواج بالعقد ديال الزواج وما عندوش عقد ديال الزواج يكادك فرانسوا ولاند عطارب بأنه كمزواج واحد سيدات لكنت وزيرة ما كانت بغت ترجع يا بيد دا رئيس الدولة كتنفس مع نيكولا ساركوزي كان دونون عمامد كان وعندو مجودة ومفرقين طبيعي شا ديقول لك هولتي احنا يا نقشنا واش المالك ديال البلاد عندو قدسية ولا ما عندوش قدسية دبا دبا الطرف ديال تشوب عند جناس عندو قدسية ديوا دياد هادر ما عم ما عرفت على كل حال انا بعيد شوف انا بعيد من اصداع دا ما كان فانش فاتصداع دا كان عرفش كل واحد حقو زوجة عندها حق دافع على رزقها وعلى ولادها وعلى عائلتها لا نقش فيها اللي ولدات عندها حق دافع له والدوج قل له هذا ولدك وانا ماشي صبي صدي الخلاق وغدر ميا القانون وعلى كل حال كي انا كان اعتبر في ان المرأة رزق رزق من عند الله سبحانه وتعالى وذا كان الله رزقه اتناوت ولا تعروا بعدك شغلوش ونبت تبرك تبرك الله ليه بعدان اللي عندو هاد كي تمتع بد بد الرزق الانساني لانه ودالله عتك العباد وعتك كل خير قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونهو في العشين يوتيوب وبرتاجوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة